اهلا بكم إلى هذه النشرة الاخبارية من أوريانتو نيوز ونبدأها بأهم العنوين الاحتلال الروسي يقتل طفلا رميا بالرصاص ويدعى سجوثته بأحدى عرباته العسكرية في مدينة دير الزور ردود فعل شعبية غاضبة على خلفية دخول قافلة مساعدات أممية من مناطق نظام أسد إلى شمال سوريا ارتفاع حصيلات ضحايا بالاشتباكات القبلية في دارفور غرب السودان إلى 138 قتيلا عشرات الجرحة البنتاجون يرسل شحنة أسلحة إلى أوكرانيا وصور الأقمار الصناعية تكشف تحركات عسكرية روسية عند الحجود مقتل عشرات المهاجرين جراء حادث سير منوع في المكسيك أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة قتل الاحتلال الروسي طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة لدى مرور دورية له في حي الجورة وسط مدينة دير الزور وبحسب موقع فورات بوست فإن عناصر الدورية أطلق النار على الطفل عبدالعزيز الهجر أثناء وجوده بالقرب من مسجد قباء بزعم الاشتباه به كانتحاري لتقوم الدورية بدعسه بواسطة إحدى عربتها العسكرية والحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف صهيب الجابر الصحفي من شبكة فورات بوست أهلا وسهلا بك صهيب معنا في هذه النشرة ما هي تفاصيل هذه الحديثة أكثر لماذا تم أطلاق النار على هذا الطفل بداية أن أحييكم أستاذ المشاهدين الجيش الاحتلال الروسي كان له دورية في المنطقة وبحسب المعلومات التي وصلت من هناك من محيط مسجد قباء في حي الجورة في مدينة ديرزور أنه كان هذا الطفل وهو عبدالعزيز خليل الهجر من بلدة صبيخان أو من منطقة صبيخان في ريف ديرزور الشرقي موجود في الحي داخل المدينة كان يرتدي ما يعرف بزي طبعا شعبي معروف بالفروة وهو رداء شتوي عادة أو يعني يكون هناك ارتداء له أيضا من قبل مقاتلي تنظيم الدولة في المنطقة لكن هذا ليس بعذر أو ليس بالذريعة حتى يعني التعرض لهذا الطفل هكذا قالت أو بررت الأفرع الأمنية التابعة للنظام الأسد عملية قتله جريمة قتله المروعة والتي أيضا كان له دور فيها فرع المخابرات الجوية أيضا وعدد من عناصره يبدو بأنهم كانوا شركاء في هذه الجريمة بحسب ما وصلنا من تحديثات لهذه الجريمة نعم لكن صهيب بعد إطلاق النار على الطفل لماذا قاموا بدعسه بسياراتهم؟ حقيقة حاول عدد من الأهالي مساعدة هذا الطفل قبل أن يفارق الحياة قبل أن يلفظ أنفسه الأخيرة لكن دون فائدة يعني كان قد أطلق عليه النار بشكل كثيف وبشكل قتل بشكل بشع من قبل القوات الروسية ومن قبل أيضا أفرع أمن نظام الأسد تقرب الأهالي من المنطقة بهدف إسعافي لكن مباشرة أخذت هذه الميليشيات حقيقة والعصابات يعني لا تسمى غير ذلك بهكذا التصرخ أخذت الطفل ووضعته في منتصف الطريق وقامت بدهسه بإحدى العربات يعني هذه الجريمة طبعا هي ليست الأولى في السجل الدموي للمحتل الروسي إنما هناك جرائم كثيرة جدا مشابهة بعضها أو عدد كبير منها تم توثيقه نعم لكن صهيب منطقة عشائرية مثل محافظة ديريزور ومدينة ديريزور كيف كان رد فعل الأهالي على مثل هكذا حادثة وهل سيتم محاسبة أي طرف من الأطراف المشاركين بهذه عملية القتل البشعة هذا يعني حقيقة توصيف موضوع العشائرية تحديدا أعتقد بأنه في مناطق نفوذ نظام الأسد والميليشيات الإيرانية والميليشيات العابرة للحدود المتناوعة الجنسيات والجيش الاحتلال الروسي أعتقد بأنه يحاول أو دائما ما وصل إلى هذه النقطة وهي إلغاء نقطة العشائرية أو أي شخص قد يردع أو أي جهة قد تردع تصرفاته النظام الأسد لذلك اليوم هذه الجريمة بحسب بعض الأهالي الذين تواصلنا معهم أتت لترويع وترهيب من يفكر في رفع راسه تجاه الجيش الاحتلال الروسي ونظام الأسد حالها كحال جرائم كثيرة سابقا ومجازر ارتكبت في نفس الحي حي الجورة الذي شهد في يوم واحد فقط مقتل أكثر من 400 مدني أعزل من برياء المدنيين الموجودين في هذا الحي في العام 2012 بمجزرة معروفة ومروعة في هذه المنطقة لذلك دائما نظام الأسد والميليشيات تابع له روسيا تحاول إخضاع المواطنين في هذه المنطقة ومنعهم حتى للمطالبة بحق ضحية طفل كهذا الذي قتل بدم بارد على يد قوات الاحتلال الروسي نعم صحيب الجابر الصحفي من شبكة فرات بوست كنت معنا من أورفا شكرا جزيلا لك أفادت مصادر الطبية في الحسك بارتفاع عدد المصابين باللاشمانيا إلى أكثر من 15 ألف مصابين في مدينتي تلتمر والشدادي جنوب المحافظة أتشهد المنطقة ارتفاعا متزايدا بأعداد المصابين نتيجة لسوء الواقع الخدمي وانتشار القمامة في المناطق التي تستولي عليها ميليشيا قصد وتقصيرها في مكافحة الحشرات المسؤولة عن نقل الإصابة لسكان المنطقة لسيما الأطفال منهم شهد شارع ثوري في الشمال السوري ردود فعل غاضبة ضد ميليشيا الجولاني التي سمحت بدخول قافلة مساعدات أممية من مناطق نظام أسد إلى إدلب أنت كيف تدخل المواد من مناطق سيطرة النظام لمناطق الثورة؟ أنت تعطي شرعية للنظام على حساب ثورتنا؟ أنت تعطي شرعية للروس لاستخدام الفيتو بمنع إدخال مساعدات أممية من معبر باب الهوى لثورتنا؟ أنت تقدم خدمات للنظام والروس يا جولاني على حساب ثورتنا وعلى حساب دماغنا وعلى حساب أشلائنا وعلى حساب شهدائنا وعلى حساب معتقلين كيف أنت بتفرض أتاوات على البضائع وبتفرض علي ضرائب البضائع الداخل من ملاطق شمال حلب ومن ملاطق درع الفرات إلى إدلب وبتروح بتدخل المساعدات من طرف النظام المتهالي قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه أو أنه لا توجد أزمة بين المملكة ولبنان مشيرا إلى أن الأزمة في لبنان تكمن بين الشعب اللبناني وميليشيا حزب الله جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية البحريني في المنامة حيث أوضح بن فرحان أن الرياضة يهمها إجراء إصلاحات حقيقية وأن ترتبط أقوال الحكومة اللبنانية بالأفعال بحسب وصفه ارتفعت حصيلة الاشتباكات القبلية في دارفور غرب سودا لنحو 140 قتيلا وأكثر من 100 جريح أقلت لجنة الأطباء أن أعداد القتل مرشحة للزيادة على خلفية وجود بعض الإصابات الخطرة واندلعت الاشتباكات في السابع عشر من الشهر الماضي بسبب خلافات على نهب الإبل أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال شحنات أسلحة إلى أوكرانيا تضمن 30 قادفة وقرابة 180 صاروخا مضادة للدبابات إلى ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في البنتاجون قولهم أنه يوجد أكثر من 150 مستشارا عسكريا أمريكيا في أوكرانيا إضافة لمستشارين عسكريين من 12 دولة في حلف النيتو من جهة أخرى كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر أن صورة للأقمار الصناعية أظهرت تحركات للقوات الروسية باتجاه أوكرانيا وللحديث عن ذلك أكثر ينضم لينا عبر الهاتف أوراق رمضان رئيس مركز الأوراز للدراسات الاستراتيجية من كييف أهلا بك أستاذ أوراق معنا في هذه النشرة كيف يمكن قراءة إرسال الولايات المتحدة لأسلحة وأيضا خبراء حرب إلى كييف بعد تحركات الروسية على حدودها طبعا إن الدعم الأمريكي للقوات المسلحة الأوكرانية لم يكن جديدا وكان ذلك ضمن برنامج مؤكد على مستوى الكونغرس وضمن ميزانية الدفاع الأمريكية مباشرة بعد ما قامت روسيا بضمن القرم ودعم الانفصاليين في المنطقة هذا ليس جديد ولكن في هذا الأمر وفي هذه الظروف يبدو هذا الموضوع جد مهم ويقع في سياق أن أوكرانيا لها حلفاء ولها دعم من الغرب ضد تحرك الروسي وهي محاولة للولايات المتحدة من أجل إبراز لبوتين بأن لن تترك أوكرانيا لوحدها مع تحرك الروسي وستقوم بدعمها بالسلاح النوعي بالخبراء ولكن ليس بالتدخل العسكري كما جاء على لسان بايدن قبل يوم أن روسيا أو الولايات المتحدة لن تدخل عسكريا في الأزمة الأمريكية طبعا نحن نتفهم بأن هذا الأمر يأتي كذلك في سياق إعادة تشغيل منظومة التسليح الأوكرانية التي تكون قريبة من معايير حلف الشمال الأطلسي وكذلك الإبتعاد أكثر عن النماذج السوفيتية الروسية وهي عمليا عبارة عن توسيع البنية التحتية لحلف النطل ولكن على مستوى تقديم المشورة وتقديم التدريبات وتقديم هذه المساعدة الفنية المسألة لم تنتهي بعد روسيا تطالب بتوقيف توسع البنية التحتية الرسينة ولكن الولايات المتحدة تقوم بعمل آخر وهو الشيء الذي يقلق روسيا بوجه التحديد وكذلك هذا دعم للسلطة في أوكرانيا ضد أي شيء ربما سيحصل ربما روسيا تستقوم بدعم إنقلابيين أو دعم أي قوى سياسية ستحاول قلب الموازين في أوكرانيا التي أصبحت رسيدا مهما في ميزان العسابات الجو سياسية اللي صالح الولايات المتحدة الأمريكية نعم لكن أستاذ وراغ هل من الممكن أن تكون التحركات الروسية على الحدود مع كييف هي مجرد تحركات عادية أو مجرد زيادة دعم لحماية الحدود إذا كانت روسيا تريد إظهار هذا للعالم فقط لا أكثر لا روسيا ليس فقط تريد إظهار هذا العدد هي عبارة عن منورات من أجل الضغط السياسي والديبلوماسي على الغرب ومن ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك هي محاولة لدغدغة أعصاب السلطات في أوكرانيا من أجل محاولة جعلها تضطرب وربما ترتكب أخطاء بخصوص ما يخص الصراع في شرق أوكرانيا فجاء على لسان رئيس الأركان القوات المسلحة الروسية قبل يوم أن روسيا لا تنوي الدخول أو اجتياح الأراضي الأوكرانية ولكن نفهم وجاء هذا الخطاب من رئيس بوتين قبل حوالي أسبوعين أنه أكد في حال أن القوات المسلحة الأوكرانية ذهبت إلى العمق في منطقة الدومباس وقامت بمحاولة حل المسألة السياسية حلا عسكريا أمنيا فإن السيادة الأوكرانية ستنتهي هذا يعني أن روسيا ستدخل عسكريا في الأراضي الأوكرانية المسألة لم تنتهي لأن قمة بايدن فقط أجلت الأزمة وأجلت الاجتياح إلى حين أن تعطى ضمانات لموسكو بخصوص عدم جاء الأوكراني عضون في حلف الناتو أو توسيع البنية التحتية لحلف الشمال الأطلسي شرقا ولكن كل الأمور وكل السيناريوهات مفتوحة ونحن ننتظر نعم وصلت على الفكرة الأستاذ أوراق رمضا رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية من كيب كنت معنا شكرا جزيلا لك أعلنت وزارة الدفاع الأذرية مقتل جندي إثر قصفين من القوات الإرمينية على منطقة كيلبجار الحدودية أقلت وسائل إعلام من التوتر عاد إلى الحدود بين البلدين وذلك بعد أسابيع قليلة على إعلان الاتفاق بين الدولتين برعاية روسية وفي خبرنا الأخير لقي ما لا يقل عن خمسين شخصا غالبيتهم مهاجرون مصرعهم إثر حادث انقلاب مقتورة بولاية تشايباس جنوب المكسيك إلى اللقاء يا بياني يا نهر العبار يروي مشنع الرطم والحجر موتنا الأنبياء أبشدي يواغنا نبع رب السماء لا جفاء لا فراق عن بلدي وأحلي وزيطني أجلاني ونابي للأطلاق رب الأخراني وطن الفرين اشتركوا في القناة